اشتركوا في القناة نحييكم بتحية الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعا وإياكم في حديث الفجر في قناة الفجر للموسم الرابع في نداء الرحمن لأهل الإيمان ومع قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا إداء من مولاك جل جلاله العالم بخفايا الأمور علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء المطلع على حقائق الأمور المطلع على ما في القلب من أسرار ومن خفايا الذي يعلم وعلمه أزلي يعلم ما هو خير وما هو شر ويعلم من هو إلى خير ومن هو إلى شر الله جل جلال يريد أن يبصرك حتى بأقرب الناس إليك يريد الله عز وجل أن ينبهك ويريد الله تعالى أن يحذرك حتى لا تقع بالفتنة ولا تخسر هذا الدين العظيم الذي أكرمك الله عز وجل به حتى وإن كان ولدك حتى إن كانت زوجتك حتى إن كان أقرب الناس إليك من أجل ذلك إياك إياك أن تخسر هذا الدين الذي أكرمك الله عز وجل به وميزك الله عز وجل به وناداك بإسمك فقال يا أيها الذين آمنوا ماذا تريد يا رب؟ الله تعالى يحذرنا قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم احذر احذر تنبيه من الله عز وجل قال واحذر وردت في القرآن ثلاث مرات قال ويحذركم الله نفسه والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فالحذر من الله عز وجل والحذر من الأعداء والحذر من الزوجة والولد لماذا الحذر يا رب؟ قال إنما قال فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم لماذا؟ لأن الآن الولد إما أن يكون نعمة لك وإما أن يكون عليك والزوجة إما أن تكون نعمة وإما أن تكون شقاء والعياذ بالله سبحان الله العظيم ومن أجل ذلك على الإنسان أن يختار الزوجة الصالحة حتى يأتي منها الولد الصالح وكذلك الحال حتى لو كانت زوجة صالحة لا بد أن يذكرها وينبهها مرة تلوى المرة حتى ينجو ويجعلها على الصراط المستقيم أن أخواني الكرام كثير من الأولاد والزوجات من يكون سبب في ضلال الأب والعياذ بالله فيبدأ الآن الطلبات الكثيرة من الزوجة على زوجها حتى يضطر الزوج إلى أن يذهب إلى الحرام يأتي بالمال الآن بالربع وغير ذلك حتى يوفر لأبنائه الراحة والسعادة حتى يجعل الولاد يزوجه كم من أباء الآن محروم من الحج ولا العمرة الذهاب للحج أو العمرة ليش بقول لك عندي أولاد بدي أجوزهم أخي الكريم الحج فرض من الله عز وجل ركن من أركان هذا الدين أما الزواج كل الزواج هو سنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام فلا يقدم السنة على الفرض الأولى أن تؤدي حق الله الذي افترضه الله عز وجل عليك ثم بعد ذلك يأتي حقوق الأولاد أما الآن كثير من الأباء من يفني حياته من أجل أبنائه مقابل الآن دينه وعبادته وصلاته كثير من الأباء من يترك الصلاة بدروح يشتغل يشتغل ماشي يا سيد بارك الله فيك وروح بدشر الصلاة حتى ماله بقول لك نوفر وقت بل كاشتغلت شفت أول وشفت ثاني كثير من الأباء من يترك صلاة الجمعة صلاة الجمعة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة بقول لك يا اليهودي بقدرش يعطينا الراتب تبعي الآن من معاش إلا يوم الجمعة وأنا بقدرش أدشر وراي عيلي وراي ولادي وراي زوجتي ومطالب مطالب مطالب أخي الكريم الله عزدل يحذرك مش بنبهك لا بحذرك التحذير قال إشارة على خطر أنت قادم علي ثم معطوط هنا إشارة تحذير معناته إذا أنت قدمت لك الدام راح يكون فيه هناك إشمال مصيبة وهذه المصيبة أنهم سيؤدون بك إلى نار جهنم والعياذ بالله من أجل ذلك الله عز وجل حذرنا الله يحد الناس مرم بكل كل يا شيخ أولادي بردوش علي أنا أولادي أفنت حياتي عشانهم قال لي والله يا شيخ أولادي هذول الآن علمتهم ودرستهم بنتلهم قال لي والله أربع قروض أخذتي من البنك كرمال خاطر أولادي لحد ما مسد قلت الله يعطيك العافي طبعا مقابل كديش كل مقابل فوائد ربوية عالية جدا حتى يوفر حياة كريب الأبناء ونهاية المطاف خسر الدنيا والآخر والعياذ بالله لأنه اكترف إثما وعظا وحراما كبيرا ثم بعد ذلك ماله خسر أبنائه الذين ما ربهم على طاعة الله ما أفن حياته من أجل أن يكونوا من الصالحين يا المؤمنين فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا يا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم أخي الكريم إياك إياك أن تفقدينك مقابل أولادك وزوجتك إياك الآن شفت الآن في ضربة تخلى عن كل شيء مقابل أني أنا أنجو من عذاب الله كما قال الله عز وجل قال يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وفصيلته التي تؤويه تخيل يوم الكريم ستهرب من كلها إلى هؤلاء وتكون نفسي 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 فيا عبد الله ماذا ستصنع أحسن يحسن الله عز وجل إليك ثم الله عز وجل قال قال فإن وإن تعفوا وتصبحوا وتغفروا الآن سامح وابدأ صفحة جديدة عما كانت كوش تقول أنت خربت بيت ولا ما بيخلى حدا في الضار ولا تركم كذا لا الآن سامح واعفوا الآن لكن في المقابل أن أبدأ حياة جديدة مقابل أن أبدأ الآن حياة صحيحة على طاعة الله من أحب أن يسير عليها حياه الله ومن لم يحب فليذهب إلى غير هذه الطريق لأن هؤلاء الأولاد والزوجة أمانة في عنقك ستسأل عنها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى ثم الله عز وجل قال يا أيها الذي قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة إذن الله ليفتتننا بالمال والأولاد قال فإن أحسننا أحسن الله عز وجل إلينا وإن أسأنا خسرنا الدنيا وخسرنا الآخرة وسبحان الله العظيم إخواني الكرام هؤلاء لأبنائهم أمانة في عناقنا والله عز وجل يطلب فيها منا أن نكون معهم صادقين وأن نكون معهم مخلصين فواجب الآباء في هذه الأيام تجاه أبنائهم بأمرين كما فعل الأنبياء قال ألا وهو النصح لهم ثم بعد ذلك الدعاء لهم النصح كما قال أكان صائح لكمان عليه السلام لابنه وهو يعظه كما قال الله عز وجل وكما أوصى يعقوب عليه السلام أوصى أبنائه كما أوصى إبراهيم عليه السلام أبنائه قال وهو يعظهم ويوصيهم يا بني يا بني يا بني ثم بعد ذلك الدعاء للأبناء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتكبل دعاء وكذلك الحال قالت كان دعاهم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب بعدين ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة بعدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وكان دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وكذلك الحال في هذا الأمر كان دعاء الأنبياء لأبنائهم دورك ظلك إنصح ابنك في هذه الأيام ذكرهم بالله وظلك ليلة ليلة يدعينهم أن يهدي الله عدل قلبهم للإيمان وأن يردهم إلى طريق الحق إنه على كل شيء قدير أسأل الله عز وجل أن يصلح أبنائنا وأن يرحمهم وأن يحفظهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم إنه على كل شيء قدير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة